على طريق الأهلام داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة يربض المركز الثقافي المغربي في موقع يحمل قيمة مقدسية وتاريخية تبدو جلية في مداخل وجدران البيت المغربي والأهمية المركز ودوره الحيوي أنفقت وكالة بيت مال القدس الشريف أزيد من سبعة ملايين دولار أمريكي ما بين تجهيز وبناء وإعادة ترميم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس في إطار دور المملكة المغربية في تعزيز صمود المقدسيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي نحن كفلسطينيين نفتخر ونعتز بهذا المبنى الجميل جدا والذي فاقت تكلفته خمس مليون دولار أمريكي عن ذاك هذا يعني بأن المغرب مهتم بصمود الوطنيين الفلسطينيين مهتم بالوجود الإسلامي وذات الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والثقافة جزء ليتجزى من هذا الوعي الذي جاء عبر عصور عديدة عاشها المغاربة إن تعلق الأمر بالعصر المملوكي أو العصر العثماني أو العصر الأيوبي المركز المغربي يتكون من طابقين وخمسة مداخل رئيسية على مساحة تبلغ 1800 متر مربع يضم داخله في طابقه السفلي المتحف المغربي ومسجدا وسبيل ماء قديم وقاعات توشحت بالنقوش الحجرية ذات الطابع المغربي وفنون البناء المقدسي بالإضافة لوجود آبار مياه وكهف روماني منذ انتهاء أعمال الترميم للمركز قبل ثلاثة أعوام تواصلت جهود وكالة بيت مال القدس لإعادة إعماره ليصبح قادرا على البدء بالمشاريع والأنشطة الثقافية والفنية والفعاليات الشبابية للمقدسيين تعزيزا للصمود المقدسيين وترجمة لتوجهات المملكة المغربية لدعم المدينة المقدسة يبقى المركز المغربي منارة مشعة داخل أسوار القدس المحتلة يحافظ بعمارته الأصيلة على الوجه الحضاري للمدينة سامح رمضان لقناة بيت ان تيفي من شمالي القدس المحتلة فلسطين